مع أعلان السلطات العراقية إطلاق حملة لاستعادة الآثار الموجودة خارج البلاد العراقية الإخبارية توثق وجود آثار عراقية في متحف الجامعة الأمريكية في بيروت فماذا لو طلب العراق استرجاعها؟ في عنا شوية سكوك، في عنا التابلت، لحني موجودين هون الكتابات المصمارية في عنا شوية تماثيل من العراق وهي القطع موجودة هون من 1860 بالستينات تتكون المتحف من قبل ما تخلق الاتفاقية الأونسكو التي تمنع الإتجار بالأثار فلما يطرح السؤال يرجع لكين على أمتى دخلت هذه القطع على المجموعة إذا كانت قبل هذا التاريخ أو بعدها الجدلية القانونية التي طرحتها إدارة المتحف حملتها العراقية إلى مكتب الأونسكو في بيروت للسؤال عن الوضع القانوني ودور المنظمة في هذه القضية إتفاقية اليونسكو واضحة كثير هي إتفاقية عام 1970 هالإتفاقية إذا بلد وقع من سنة ما منع عندها مفعول الرجع عليه للواحد يقدر يطالب بالقطع موجودة ببلد تاني قبل ما هالبلد يوقع على الاتفاقية وإذا هالقطع منا مسروقة هون بصور فيه حوار بين البلدين بيطلبوا من القنوات الديبلوماسية يعني وزارة الخارجية بالبلد الأولينة بتتصل بوزارة الخارجية البلد التاني وبصور فيه التفاوض إذا ما قدروا وصلوا على تفاوض ما قدروا وصلوا على حل بيقدروا يطلبوا مساعدة اليونسكو لا تجمعوا سواء ويوصلوا على حل أعضاء لجنة التربية والثقافة في البرلمان اللبناني يشددون على حق العراق في استعادة هذه الآثار ووزارة الثقافة تؤكد استعدادها للتعاون هذا ملك للشعب العراقي للدولة العراقية لا يجوز تحت أي مسمى ألا تعود أثار العراق إلى العراق وكفانة التشريعات هي في حقيقتها نهب للشعوب ولأثار الشعوب كل أثر يكون موجودة على الأراضي اللبنانية يتبدأ أنه للدولة الأجنبية الحق فيه وزارة السقافة يتكون كثير حريصة أنه هذا الحق يوصل إلى أصحابه من حضارة بلاد ما بين النهرين لا تزال بعض القطع السومارية تعرضوهنا بالإضافة إلى أختام أسطوانية جاءت منذ مئات السنين من مدحف الجامعة الأمريكية في بيروت سالي قرفلي العراقية الإخبارية ترجمة نانسي قنقر